أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة عبر الرصيف البحري العائم الذي أقامته واشنطن قبالة غزة تم تفريغها بداية من الشحنات بنقلها نحو القطاع الفلسطيني المحاصر وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم ينزل أي من الجنود الأمريكيين إلى شاطئ غزة مضيفة أن هذه جهود مستمرة ومتعددة الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ميناء بحري مؤقت طبيعته بالكامل إنسانية وتشمل المساعدات مواد إغاثية تبرعت بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية